موسيقى السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم احلى اخوات واحلى متابعين واحلى مشاهدين في الدنيا كلها. مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. وحشني كلكا حبايب قلبي بزاف بزاف وجد وجد. وبرشة برشة وامر امر. عاملين ايه يا حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير جميعا? كانت طلب مني وصفة للبواب البيضة. او برضو كانت ناس طلبت مني وصفة للحيطان البيضة. طبعا كلنا عارفين ان اللون الابيض في التنظيف حاجة كمة الارف. الصراحة يعني سواء في باب او في لو انا عندي دهان. فالنهاردة هقول لك على وصفة جميلة قوي هتخليها لك تلمع ومنتهى الامر. اول حاجة معينا النهاردة حبايب قلبي هتجيبي اي طبق عندك تعملي فيه الوصفة. شفت سهلة ازاي? بس وصفتش امور ازاي? طبق وخلاص. خلاص خلاص صلصنا انت قاعدة ليه? بس بقى. هتحط فيه نص كباية صغيرة يعني دي نونو. دي نونو. فانت نص كباية شاي خلي. انا عشان كده مليا. تمام? تمام. هحط عليها نص معلقة من ملح اللمون. معمول طريقته عالقناة اللي معملهاش يعملها. هنحط عليه نص معلقة من البشع اللي رحته بشعة زي ده اللي بكرهه. النشادر. اللي هو يا قلبي اسمها عندك في البلد بتاعتك امونيا. عندنا هنا في مصر اسمها النشادر. شايف الفورم? هنحط عليها كاربوناتو. تمام? اللي هي بيكينج بسودا. تمام كده اشطا? طبعا نتخلي مع الكربوناتو. مع النشادر النشادر الكوية جدا ندامها في التنظيف. دخلناها في وصفات كتيرة في الفترة الاخيرة. حاول الجي بي تمن كيلو من اي عطار وتعامل بيه. بتبقى موجودة يا جماعة عند العطارين لان كان حد مبارح سألني. هنحط ايه تاني? هتحط شوية من البرسيل الجل. مش تقطرين. عشان الرغاوي بعد كده لما تيجي تمسحيها من على الباب او من على الحيطة ما تغلطيش وتزهر. عايز اتضيفي. لو انت مسلا عندك اتساخات شديدة. طفل كده ازا شبه الطفل اللي عندي اللي مجننني دوت. اشعبطلك بقلم جاف او اي حاجة يعني بقعة قوية اقصد. تمام? فاشتغل بيها مركزة كده. تمام? آآ لكن لو حاجات بسيطة خالص آآ عادية اتساخات عادية. فازودي الوصفة دي شوية مية. يبقى احنا كده فهمنا الليلا هتمشي ازاي? لو الاتساخات اللي على الحيطة قوية هشتغل بيها بدون مية. لو الاتساخات اللي على الحيطة انا قلت ايه? لو صعبة من غير مية. لو عادية يبقى هحط شوية مية ازود بيهم الوصفة بتحت. ايه اللي انا هعمله بعد كده? هتخضي الوصفة الامورة دهيت وتفضيها في قلب بخاخ او في الطبق كده زي ما هي وتجيبي سلكة نعمة السلك الالمونية الناعم يا جماعة وتشتغل بيه على الحيطان انا بخسل بالحيطان عندي مفيش اي مشكلة او تشتغل بيه على باب عادي. ما فيه السلكة الالمونية وانت مش عاوزة هاتي اي سبونشة واشتغل بيها او السبونشة ليه بيبقى ظهرها خشن دي واخدر دي برضو لطيفة خالص ممكن تعملي بيها. الوصفة النهاردة سهلة جدا. حلتلك المشكلة برضو ممكن تستخدميها لغسيل اللي هو الحيطان العادية مش لازم يكون ابيض. شيري منها النشادر واخسلي بيها الحيطان العادية برضو اتطلع معاك امورة جدا. بيجيبوا بسرتي يا جذعان تاني. لا ده انا اشرف وارجع لكم. تمام كده حبيبي? يبقى انت لو هتخسلي الحيطان عادية شيل النشادر واخسلي بيها الحيطان برضو بجميع الوانها اي لو كنت من العام لأي لون مفيش مشكلة برضو هتبقى الوصفة دي بمنتهى الكفاءة. فيديو سريع هو لاصحاب البقاط. في الفترة الان الجاية دي ان شاء الله هنزلوكم فيديوهات كده لنات هتعجبكم اول الناس اللي هي عندها بقاط. ما تنسيش يا نور عيني لو انت مش مشتركة في قناتي اتنوريني وتشتركي. وما تنسيش تختم الحلقة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.